سمعتوا أيضا لعلكم استمعتم كلكم من أنهم اختاروا فيما يتعلق في الواكسن فيما يتعلق باللقاح اختاروا اللقاح الروسي اللي يسمى سبوتنيك 5 ولعلكم أخوانا اللي يتابعوني قبل عشر يام أو اثناش من يوم تكلمت عن الموضوع هذا وقلت أنهم أنا نرجح أنهم راحين يختاروا اللقاح الروسي والصيني أو الصيني هم الآن يقولوا الروسي أنا نظن باللي راح نحن حتى الصيني يختاروه يعني راح نيضيفوه فيما بعد وقلت أنهم سيختارون هذا بالتأكيد ليس لأسباب علمية صحية لأن كل هذه البريسات نحن نعرف أنها من الصعب الحكم عليها أو كل هذه اللقاحات حتى نكون منصفين من الصعب الحكم عليها الآن هذه اللقاحات جديدة جدا ولكن الشيء اللي الناس متفق عليه وهما يعرفوهم ليه يعني هو أن الطب الغربي بغض النظر على موقفنا منه على أشياء كثيرة يبقى الطب الغربي متفوق على الطب الروسي ومتفوق جدا والدليل ما هو الدليل؟ الدليل بسيط هام الجماعة أنت اللي مرضو جماعة الحكم هل سمعتوا واحد منهم راح لموسكو ويعالج ربما في المليون يرح واحد في الاربعين سنة هذه اللي مرضى تعرفنا أن بومدين راح لموسكو ولكن بومدين اليوم ها راح لأسباب سياسية باعتباره أنه مكانش حاب يزور بلد أوروبي وهو من المنظومة الاشتراكية إذا هل المسؤولين يروحوا إلى بلدان غربية أم يروحوا إلى روسيا أو يروحوا إلى الصين أو يروحوا إلى اندونيسيا أو يروحوا إلى البيتنام؟ لا يروحوا إلى الدول الغربية ويروحوا إلى الدول الغربية ومش فقط لأنها قريبة من مساحة هذا ممكن أيضا سبب لكن السبب الرئيسي لأن قناعتهم أن الطب كما هو اليوم موجود كما هو العالم مصنوع الطب الغربي هو الأول والدليل أن الطبور راح لألمانيا وما راحش إلى الروس يوم ها طلقوا إشاء قالوا ممكن يروحوا إلى موسكو لكن في النهاية يلقى راح لألمانيا الجماعة كلها 95% منهم يعالجوا في باريس أو في فرنسا عموما وإلى حد ما في سويسرا أو في بلجيكا أحيانا يعالجوا في إسبانيا أو في إيطاليا أو في بريطانيا إذن لماذا لما يجي اللقاح نروحوا للقاح الروسي؟ هل هو لأنه رخيص؟ أم هل هو لأنه أسباب سياسية على أساس أنها ممكن تقربوا من الروس لكي يعاونونها في أسباب أمور أخرى؟ مثلا هل نخذ أيضا حتى من ناحية العلمية بدون أن ندخل في التفاصيل ما قرأتها أنا على قضية اللقاحات أن اللقاح الروسي هذا ما مرش بنفس من ناحية العلمية الدقيقة بنفس الاختبارات اللي مروا عليها خاصة لقاح فيزر وربما حتى لقاح مديرنا أنا لست خبير في المجال أنا نطرح ستساؤلات هذا يقرره الخبراء لكن الخبراء اللي يمنوا حقيقة أو اللي يثق فيهم الشعب ليس خبراء الجماعة الحاكمة لهذا يعطيهم أوامر هذو كما القضاءات كما الصحفيين اللي يرهم اليوم كما الأئمة اللي يرهم اليوم كما جيهم تعليمات أفعل ولا تفعل قل ولا تقل بكل أسف وألم يعني قليل من الإمام اللي تلقاه متحرر في درسه أو في خطبته أخطب على هذه أخطب على هذه ما تكلمش على هذه ما تكلمش على هذه هذه الأغلبية اللي راهي اليوم عند الآئمة عند القضاءات أسوأ عند الصحفيين أبشع حتى عند هذه اللجنة اللي قالوا اللجنة هما في النهاية قالك هذا قرار سياسي إذن هذا السؤال ماذا لا قدر الله لو يكون هذا اللقاح كارثي هذا كل فعل مستقبل لكن مرة أخرى لماذا تم الاختيار اللقاح الروسي وليس اللقاحات أخرى لماذا؟ هذا السؤال مهم جدا يجب أن يجيبه عليه الشعب الجزائري لأن القضية هنا تتعلق بربما بالحياة والموت إذا كان اللقاح هذا ظهر أنه مهوش في المستوى فهذه كارثة أخرى ترتكبونها مرة أخرى أنا هنا أطرح تساؤلات ولا أقدم إجابات لأن يقدم الإجابات في هذه الأمور هو اللي عنده كل المعطيات وهو النظام الحاكم اللي يكون شعب يحبه وهو يحب شعب واحد قال لي نأكد لك بأنهم جابوا لقاح انتع فيزر ليهم هم واحنا رح ندرون ننتع الروسي وقال لي رحكين معلومات في هذا المجال وقال له عندما تبعط لي المعلومات ونشوفها ونتأكد منها هتحدث عليها لكن هل هذا ممكن؟ آه لا استبعدوا لا استبعدوا أنهم هم يشتروا لقاحات خاصة أو من طراز عالي كما تبعون رح الألمانيا مثلا في حين أن الناس ماتت بلا حدود وكين مرات ماتوا لأنهم عندهمش الأكسجين مرات ما عندهمش أشياء بسيطة جدا يعني بما فيهم أطباء ماتوا بما فيهم عمال في المستشفيات وممرضين ممرضات عمال ماتوا كين مرات وانما كانت لأنهم عندهمش الماسك في حين أنا تبون رح بطائرة ريسية جاب طائرة ريسية مش تبون فقط كثير من المسؤولين بما فيها اللي كان يقولوا الناطق باسمه محندو السعيد هاو متوجد في فرنسا الآن من ثلاثة شهر لأربعة شهر وتحت رعاية فرنسية عالية ما يسمى بوزير قال لك ناطق الرسمي باسم الرئيس وهكم تلاحظوا عندكم أربعة شهر مش تشتوش كان متشدق كان يهاجب الحراك ويه وعادت كبير من المسؤولين نرهم الآن اليوم في مستشفيات غربية إذن المستشفيات الغربية هم يروحوا لها واللقاح الجاب اللقاح الروسي وعلى الأرجح على حساب المصادر كما قلت أنهم جابوا اللقاح فيزر لكن سنرى سنرى وتبقى الأسئلة مطرورة وهذا هو دور المجتمع هو أن يراقب هؤلاء خاصة عندما نعرف أنهم يكذبون أكثر مما يتنفسون ترجمة نانسي قنقر